موسيقى مساء الخير نحكي اليوم في هنا سوريا قصة جريمة حرب جريمة قد لا تكون استثنائية والكارثة أنها ليست استثنائية ولعل عبارة مخافية أعظم لا تنطبق على شيء قدر اختزالها للجرائم نظام أسد هي جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع الأمنية التابعة لبشار أسد الفرع 227 التابع لجهاز المخابرات العسكرية والمعروف بفرع المنطقة صحيفة الجارديان نشرت مقطع فيديو وصوراً تظهر قيام عنصر من ميليشيات أسد أسمته الصحيفة ألف ياء بعمليات إعدام جماعية لمدنيين جنوب العاصمة دمشق الصور هي جانب من مذبحة ارتكبتها ميليشيات أسد في حي التضامن في السادس عشر من إبريل نيسان 2013 الفيديو الذي حصلت عليه الصحيفة البريطانية حديثاً ونشرته اليوم يظهر مجموعة من المدنيين معصوبي الأعين مقيدي الأيدي يسيرون نحو حفرة إعدام غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص بعضهم تعرض للسخرية قبل إعدامه لم يتوقع دوي الرصاص في جسده بينما كان يسقط على كومة من القتل تحته يظهر الفيديو الذي لم تتمكن أوريانت من عرضه بسبب قوانين السوشال ميديا التي تعتبر نقل صور هذه الجرائم للرأي العام نوعاً من الترويج للمستوى العنيف يظهر قيام عناصر من ميليشيات أسد بتكويم جثث فوق بعضها داخل الحفرة قبل أن يقوم قتلتهم بسكب الوقود على رفاتهم وإشعالها وهم يضحكون ويتسترون على جريمة حرب وقعت على بعد أمتار من قصر بشار أسد 41 رجلان لقوا مصرعهم في هذه المقبرة الجماعية يقول مارتن شولوف مراسل الجارديان في الشرق الأوسط يقول إن هذا الفيديو هو من أفضع ما رأاه في الصراع السوري بأكمله وقال إن هذه اللقطات تعطينا لمحة عن جزء لم يسبق أو لم يسبق وصفه من الحرب المستمرة منذ عشر سنوات ليست المرة الأولى التي تظهر فيها صور إحراق جثث أو جثث لمن أعدمتهم الميليشيات في آب أغسطس العام الماضي نشرت زمان الوصل صورا لعمليات حرق جثث أعدم أصحابها ميدانيا في سجن صيدنايا تم حرق جثثهم ودفنها في درعا هي مشاهد العار المتكررة على جبين كل من أيد نظام الإبادة الفاشي الطائفي المتوحش ولو بشطر كلمة مشاهد العار على من شاهدوا وصمتوا مشاهد عار في وجه من يريد إعادة تدوير هذا النظام الذي خنقت رائحة جرائمه المعمورة مشاهد لا تقل وحشية وفضاعة عن صور قيصر مشاهد تنحدر بالعالم الصامت إلى دونية البهائمية وتنحدر بصورة الوطن على يد هؤلاء القتلى إلى مسلخ بشري بل ويزيد فحتى مسالح الحيوانات لا يرقصون فيها أو لا يرقص فيها الجزار فوق نبيحته أي بهائمية تلك التي تسمح لك بالغناء فوق جثة إنسان وأنت تحرقها أي إجرام هذا حتى النازية والفاشية تخجل من أن تقارن بهذا الانحطاب السوريون على يقين أنه وفي النهاية ومع عمل مئات الأشخاص حول العالم لتقديم بشار أسد إلى العدالة على جرائمه فإن هذا الفيديو وغيره العشرات من الروايات والكتب وتقارير منظمات حقوق الإنسان سينتهي بها الأمر لتكون دليلا بارزا لإدانته نستضيف في هذه الحلقة المحامي والمستشار القانوني غزوان قرنفول من مرسين والكاتب الصحفي هارون الأسود معنا من إسطنبول مساء الخير وأهلا بك دعني أبدأ معك أستاذ غزوان اليوم هذا الفيديو يعتبر دليل جنائي على جرائم ضد الإنسانية تشهد ضد بشار أسد وزبانيته في جرائم قتل الشعب السوري يعني لماذا تتحول هذه الأدلة اليوم إلى سكوبات إعلامية أو إلى فيديوهات تقوم الصحفة بنشرها بهذه الطريقة؟ تحياتي لحضرتك والضيف الكريم يعني من المؤسف أنه بعد عشر سنوات مرة أخرى هناك من يتفاجأ في هذا العالم بكم الإجرام اللي لم تشهد البشرية له مسيل اللي عبي مارسه نظام العصابة الحاكمة في دمشق ضد المجتمع السوري يعني حتى في معسكرات القتل النازية لم يحصل هذا المستوى من الإجرام يعني كانوا يقتلوا المعتقلين يهوداً أو غير يهود بأفران الغاز بعملية خنق لا أكسع لم يتم تمثيل بجساس لم يتم زبح أطفال لم يتم لم يتم مع ذلك سبق نظام الأسد وضاها كل يعني أنماط الجريمة في العالم ومارسة على المجتمع السوري وبالمقابل برغم مضي عشر سنوات لم يخطو المجتمع الدولي أي خطوة باتجاه المسائلة بل على العكس يعني يحاول أن يعيد فرض حالة مساكنة مرة أخرى بين المجتمع السوري وهذا النظام المجرم يعني شيء حقيقة غير طبيعي غير مفهوم لا يمكن فهمه ولا يمكن إحالته إلى فكرة العجز عن المناصرة لمثل تلك القضايا السوريون اشتغلوا حقيقة في مجال توسيق الجرائم والانتهاكات وبتصريحات حتى أممية أنهم فوجئوا بحجم ومستوى التوسيق لتلك الجرائم وأودعت لدى المؤسسات الحقوقية الدولية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة أودعت ملايين الوسائق التي تثبت تلك الجرائم أين التحرك القانوني؟ لماذا لم يتحرك أحد في هذه الكرة الأرضية المريضة؟ إلى الآن باتجاه موضوع المسائلة يعني بتاريخ 3-3-2022 يعني بعد أيام من الحرب الأوكرانية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بيعلن عن فتح تحقيق بشأن الجرائم في أوكرانيا يعني هذه الازدواجية في التعاطي حتى في الجريمة هناك ازدواجية حتى في المسائلة هناك ازدواجية يعني شيء صادم حقيقة وهذا يعطينا مؤشر على أنه كل فكرة حقوق الإنسان وكل فكرة العدالة الدولية يعني هي أمام اختبار حقيقي وامتحان حقيقي سقطت بالنسبة لهذا الامتحان في المسألة السورية سيد هارون هذه الجريمة التي نشرتها أو نشرت الفيديو صحيفة الڭارديان وقعت في حي التضامن طبعا لم تكن الجريمة الأولى في ذلك الحي هي هل كانت جزء من سلسلة من الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في تلك المنطقة؟ حيات إليك لمتابعينك كرام الحي الفيديو والتقرير كان جدا جدا صادم لكن الواقع هو أنه التقرير يتحدث عن سنة 2013 سنة 2013 بكل صراحة وكل وضوح هذه الجرائم أو هذه الجريمة التي نقلت التقرير هي كانت موضوع روتيني جدا وهو موضوع يعني بصير تقريبا كل يوم سواء بدمشق أو سواء بمحيطة أو سواء بمنطقة جبهات خاصة منطقة التضامن منطقة التضامن كانت يعني هي الخط الأول عن المربع الأمني للنظام اللي هو منطقة حي الميدان فلذلك كان فيها معارك كثير شرسة وكثير يعني صار فيها كثير مجازر وخاصة هنا سكانت تضامن بالأساس يعني هم شرسين بالقتال هم يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام أنه هم جماعات حالهم التقرير بيحكي عن سنة 2013 فلهيكنا لازم نرجع شوية بالزمن اللي وراء هم التضامن اللي احنا إذا بدنا نحكي عنها بيتعمق شوية هي منطقة بالأساس كانت منطقة عشوائيات وفيها منطقة اسمها شارع النسرين شارع النسرين بسكن منطقة يعني من ضباط الجيش والمساعدين يلي منتمين للنظام فكان في حساسيات من قبل يعني من قبل الحرب بين الجهتين وبما أن المنطقة كانت منطقة مخالفة فكانت خارجة عن أعين الدولة فلهيك تعود يعني سكان المنطقة أنه تحلوا مشاكلهم بنفسه ولهيك هم شرسين يعني ابن التضامن إذا بدأ له عنصر الأمن عطيني هويتك ممثل ابن الشامس بدأ له عنصر الأمن عطيني هويتك لهالسبب يعني كمان بالأثناء المعارك كانوا شرسين جدا بالقطار وكمان فينا نقول أن لهذا السبب يعني ما شهدناه هو جريمة انتقام ممنهجة هارون انتقام ممنهج بالضبط كونه أهالي الحي كانوا شرسين جدا والنظام كان يلجأ لهذا المجازر حتى يردخوا مقاتلين معارضة بالحي أنا لماذا أقول لك أنه في مجازر كثيرة لأنه يعني أنا ابن المنطقة فلما كان يصير مداهمات أو يصير أي عملية أمنية يعني هي المنطقة بقلب الشام وضمن المربع الأمني فالنظام بكل بساطة كان يطنيت عنه مثلا أسبوع إذا ما تضي قطاع يوم في قطاع أسبوع النت كامل مع الاتصالات الشركات الاتصالات كلها تتابع للدولة يعني فكانت تصير كثير مجازر يعني وبالنهاية الناس مليت أن تحكي عن هذه المجازر يعني بما أنه عندك معلومات عن هذه المنطقة من الذي صور هذا الفيديو أليس أحد مرتكبي هذه الجريمة اليوم يتاجر بها بعد أن ارتكبها بالضبط أكيد أكيد هنا عناصر النظام عناصر يعني الأجهزة المقادرات نفسهم كانوا يصوروا يعني عمليات الانتقام وعمليات القتل اللي كانوا يساوه ويبعتوها لتهديد مناطق المعارضة أو يبعتوها لتهديد المعارضين أنه هذا هو مصيركم إذا أنتم لا تشتغلوا معنا يعني بالضبط هو مرتكب الجريمة هو الذي يصورها وهو حالياً الذي يحاول أنه يطالع نفسه بمظهر البريد لكن دعني أتحدث قليلاً بوضوح الفترة التي صارت فيها العملية الجريمة هي فترة حرب كانت في سنة 2013 حالياً في الوقت الحالي السلطة يمكننا أن نقول أنها تغيرت بالكامل تغيرت ما نقول للأفضل تغيرت العقلية قليلاً كانت في فترة حرب الآن تحاول أن تبني حالها بفترة السلم فهذه الضباط والأشخاص الذين عملوا هذه الجرائم سوف يصفيهم سوف يصفوا تلقائياً بحد ذاتهم فأنا الصراحة بنصحهم ولو كان هذا الشيء غريب قليلاً أن يسلموا حالهم أو يحاولوا يتواصلوا مع المحامين برات البلد حتى يسلموا حالهم للمحاكم الأوروبية كون المحاكم الأوروبية لا تحاسبوا بنفس الطريقة التي ستحاسبوا في السلطات السورية سوف تصفيهم سوف تقتلهم لأنهم دليل قوي على جرائم أمام المشروع التي تمشي فيه السلطات السورية حول هذه النقطة أتقل بها بأشق القانوني مع الأستاذ غزوان قرونف والأستاذ غزوان هل توافق مع الأستاذ هارون على هذه النقطة؟ اليوم نشر هذه الجرائم من قبل مرتكب هذه الجريمة هل هو محاولة للتخلص من عناصر صغيرة قامت بارتكابها على حساب الحفاظ على الرأس الأكبر الذي أمر بها مثلاً؟ بداية أنا أكيد بأيد بدعوة لأستاذ الكريم يعني إلى هؤلاء الطباط بأنه إذا كان لديهم فرصة أن يلجأوا لوضع نفسهم أمام المسائلة والمحاسبة في المحاكم الأوروبية فليكن لأنه سيكون ذلك يعني أولاً سينالوا محاكمة عادلة وتانياً سيكون ذلك أفضل بكثير من المصير الذي ينتظرون هذا بالقطع لناحية الثانية أنا أفترض أنه ربما أنه بعض الأشخاص ممن ارتكبوا الجرائم النظام غير راضي عن وجوده خارج نطاق السلطان وسيطرته يعني ممكن يكونوا صاروا في أوروبا ممكن إلى آخرين فبدأ يسرب ربما مثل هيك يعني جرائم لحتى يتم مساءلتهم بالأماكن اللي هم موجودين فيها هلأ هو أكيد ما رح ينشئ على نفسه دليل ولكن ربما اللي يسربوا يفترض أنه رح يكون بمنأة عن المساءلة وأنه أنا كنت مجرد شخص يعني مأمور أو عبصور أو إلى آخرين ولكن هو ضالع في الجريمة من حيث المقال والنتيجة لذلك النظام يعني طالما عبيشعر بالحصانة من المساءلة فما عنده أي مشكلة بأنه تتسرب يعني كل أنواع الفيديوهات اللي تم تصويرها أو حتى وسائق خطية ما عنده مشكلة طالما أنه ليس هناك جدية في التعاطي الدولي مع مسألة المساءلة والمحاسبة طب يعني ما قيمة هذه الفيديوهات اليوم التي تصدر إذا لا يوجد هناك جدية أو نية حقيقية من قبل المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة هذا النظام يعني حاليا نحن الحقيقة يعني هذا موضوع غير سابت يعني فينا نقول بالوضع الحالي ليس هناك مسعى جدي من قبل الدول لمساءلة هؤلاء المجرمين لكن قد يتبدل المشهد لسبب أو لآخر لظروف أو لأخرى ما في شيء سابت ودائم يعني النظام إلى الآن يركن إلى الحصانة والحماية اللي أسماغتها روسيا عليه لحتى يكون بمنأة عن المسائلة أمام محكم جنايات دولية لكن ما حدا بيقدر بيضمن أنه بعد سنوات ربما أو يعني أن يتبدل المشهد بكلته ويكون يعني تحت المسائلة والمحاسبة هارون اليوم كما نعلم جميعا يعني قوانين السوشال ميديا تمنع عرض هذه الفيديوهات وتصنف هذا المحتوى على أنه يحرد على العنف برأيك إلى أي حد عرض هذه الفيديوهات قادر على تغيير الرأي العام وخصوصا رأي الشارع العام حول العالم للضغط على الدول لاتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالمسائلة والمحاسبة كل وضوح يعني النظام الدولي بحال حب أن يحاسب الأسد عنده أدلة كثيرة كبيرة هو مو بحاجة أدلة إضافية عنده أدلة صور قيصة أي الحالة بتكفي كان من فترة في تحقيق عن حفار القضوط بيظهر عمليات الإعدام وعمليات دفن المعتقلين بالأفرار الأمنية لحد اليوم كل لاتنا منعرف الفظائع والانتهاكات اللي عم تصير بالأفرار الأمنية ولكن مجموع كل هذه التوثيقات من الصعب عرضه على شبكة الإنترنت أو حتى بالمواقع يعني يجب أن تتحصل عليه من مكان من مركز توثيق اليوم إذا وضعت هذه المعلومات بيد الناس وطلعت على كل هذه المعلومات الرأي العام الدولي الذي يصنع من قادته قادة وأيضا يستطيع أن يغير سلوك هذه الدول هل تعتقد بأنه عرضها كفيل بتغيير سياسات الدول المتكاسلة اليوم عن محاسبة ومسائلة بشار؟ للأسف عرض هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة هي سواء بقلب سوريا راح تتخلي العالم يخافه بزيادة من أفرار الأمن لأن الفيديوهات فعلا مرعبة لحد كثير كبير قادة الدول وقادة العالم حتى لو صار عليهم تأثير دولي أكبر هم يعرفوا بالجرائم وهنا واعيين فيها بالكامل لكن كلهم يستنى تحركوا بشكل فعلي أكبر العالم الليبارات سوريا هي عم تعمل عليها سواء النشطاء أو سواء الصحفيين عم تحاول تكتب وعم تحاول تضح هذه الجرائم بكل الوسائل فبتوقع لنحن يجب أن نطالب المجتمع الدولي ينفثه على أن يقدم إجراءات أكبر لحماية الناس التي على الأقل لساتة موجودة بقلب سوريا الناس التي اعتقلوا المعتقلين أو التي ماتوا كما يقولون بالعامية الله يرحمهم لكن الحقيقة أبقى من الميت في عالم أحياء يتعرضوا هذه الانتهاكات وهنا تحت خطر الاعتقال لحد اليوم إذا حكوا أي كلمة أو غردوا أي تغريدة خارج السرب أستاذ غزوان على الرغم من كل التوثيقات التي ترسم صورة كاملة عن جرام بشار أسد إلا أن هناك البعض مازال يرى بأنه من الممكن التعايش مع هذا النظام من الممكن التعامل معه هل فعلا اليوم من الممكن التعايش مع كل هذه الجرائم المرتكبة ما هي الصيغة المستقبلية التي يجب علينا كسوريين إيجادها للتعامل مع بعضنا البعض أمام هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل يعني مجموعة تتبع لميليشيات هذه النظام بحق مدني نحن كسوريين لدينا قوة ناعمة حقيقية متواجدة اليوم في مراكز أو في دول صناعة القرار على المستوى الدولي سواء في الولايات المتحدة وكندا أو في أوروبا اليوم في مليون سوري في ألمانيا مثلا فخلينا نقول أنه إذا اشتغلنا حقيقة على عمليات مناصرة دائمة يعني المنظمات الحقوقية تقوم بعملة في المجال القضائي والمسائلة أمام القضاء وفق الولايات العالمية أوكي مشكورة جهودة رائعة جدا ولكن هناك سياق آخر للعمل عمليات المناصرة والضغط الدائم بالتعاون مع منظمات حقوقية أوروبية وعرض هذه الفيديوهات حتى ضمن قاعات كبيرة يبطل عليها صحفيون ونشطاء مجتمع مدني وحقوقيون وإلى آخر أزعم أنها ممكن أن تحدث فارق بالمواقف الدولية تجاه قضية المحاسبة وهي قضية كتير مهمة لأنه العلاقة بالشق الآخر اللي هو سؤال حضرتك العلاقة لأنه نحن لا يمكن اليوم لمن استباح السوريين واستباح سوريا كلها وعرض للبيع رخيصاً يعني فهذا يمكن التعايش معهم يعني بكل أسف اليوم كل الجهود يعني الإقليمية والعربية باتجاه يعني إعادة تموضع تجاه السياسة والموقف مع النظام السوري وإعادة إدماجه في المحيط الإقليمي والعربي وكأنه لم يحصل شيء خلال العشر سنوات الماضية يا أخي أمر غريب المجتمع السوري لن يستطيع مرة أخرى التعايش مع هذا الطاغية ومع عصابة القتل والمجرمين اللي حاكم في سوريا ولذلك أي حل حقيقة مهما ضغط علينا يجب أن لا نقبل بأي حل يكون في هذا النظام بكل أدواته الإجرامية جزءا من منظومة صناعة المستقبل السوري لأنه لن يكون هناك مستقبل بوجودها أولا فأنا حتى مع خيار بصراحة إذا أكره السوريون على حل يقوم على التعايش مع تلك العصابة فلنذهب إلى التقسيم ولا نعود إلى سلطة العصابة مرة أخرى يستحيل التعايش مع هذه العصابة المجربة اللي ارتكبت كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق السوريين اليوم حتى اليوم هناك مئة ألف مفقود مجهول المصير يعني هل هذا معقول بعد عشر سنوات اليوم كل النقاش يدور والله حول العلم الوطني وحول النشيد الوطني هذا كلام يعني يصنع حلول بإعادة بناء دولة جديدة ولا من نقول من الذي قتل السوريين ولماذا تم قتل السوريين هل الحرية حق أم ليست حق يعني المطالبة بالحرية هل تستميح دماء مليون سوري هل تهجر نصف مشتق مع دولة كاملة يكون خارج لطاق الدولة يعني شيء خارج عن المنطق وعن المألوف وعن الطبيعي فلذلك لا يمكن التعايش وأنا اليوم الحقيقة بناشد يعني الائتلاف رغم أنه بكل أسف أعرف أنه لم يستجيد أن لا يستمر بهذه المهزلة يعني ما لم يعاد صياغة شيء جديد للحل في سوريا قوامه الأساسي هو إبعاد هذه السلطة عن صناعة القرار في البلد ومسائلته عن الجرائم والانتهاكات وكل من ارتكب الجرائم أيضا على الضف الأخرى يجب مسائلته لأنه اليوم هناك تمادي أيضا على الضف الأخرى في استباحة حياة السوريين واستباحة حقوقهم وحرياتهم فما لم تكن هناك فكرة المسائل قائمة لن يكون هناك مستقبل لا لسوريين ولا لسوريا نفسها نعم شكرا جزيلا لك غزوان قرنفول المحمي والمستشار القاروني كنت معنا من مرسين أشكر أيضا الكتب الصحفي هارون الأسود كان معنا من اسطنبول يضع نصل إلى اختام هذه الحلقة من هنا سوريا بأمان الله اشتركوا في القناة